مرحبا بك أختي، لو سهلا بك يا عيشك أنا صلاة مقصنة، أنا حبا ننصق فيها الشيخ على زوج داعي يصلي غالجمعة، نوقات أخرى يمكنني صليهمش هذا هو سؤالك لا، لو عندي تانية قلو يدعي لي بالشفاء أو بالدرية شكرا لك، بارك الله فيك، نجاوبك على سؤالك، شكرا لك، تفضل الشيخ تركوا الصلاة من المعاصي الكبرى، من الجرائم العظمى كيف الإنسان ما عندوش علاقة بالله عز وجل هذا العلاقة اللي يجددها دايماً أنه العبد وأن الله هو المعبود وأنه المولى وأن الله هو السيد يقول له يا ربي أنا ما زلت على هذا في كل يوم وربع وعشرين ساعة خمس مرات انسيني نوقع على هذا، أسجد لك وأركع لك هذا اللي يعقب عليه يوم كامل مصلاش ومبعد يجمعه ومهذا راح فيه خطر عظيم كيف هاللي يعقب عليه اليوم بعد اليوم بعد اليوم أسبوع كامل وما يصليش صلوات الخمس اللي هي واجبة حتى أن يكفيه جرماً أن الفقهاء العظام من السلف إلى الخلف اختلفوا هل هو كافر ولا مش كافر؟ يكفي أنهم اختلفوا فهذا بعضهم قالوا هو مسلم صعاصي عصيان عظيم من كبائل الذنوب الإمام بن حزم أبو محمد بن حزم يقول ذنباني في الإسلام لم أرى أعظم منهما من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى يخرج وقتها ويصليهم بعد وهذا ذنب عظيم اللي ما يصليش يوم واحد برك شوفوا بعضهم قال من ترك صلاة واحدة فقد كفر طبعاً يتركها إنكاراً لها واستهزاءاً بها نحن نقول بما ذهب على إليه جمهور الفقهاء من أنه عاص فقط وليس كافر لكن ما يكفيش باللي أنهم اختلفوا فيه باللي هو كافر ولا مسلم هذه جريمة كبرى واش يدين بصلاة الجمعة كفر خير وهذا صلاة الجمعة على الأقل يقول أنا بزيت المسلم يروح يصلي صلاة الجمعة صلاة الجمعة عندها قبلها الصبح وبعدها عاصل ومغرب وعيشها وماشي صلاة الجمعة أما إذا كان صلاة الجمعة لأن الناس يشوفوني ولأن صلاة الجمعة هي صلاة القياد صلاة في الجمعة والأعياد هذا لا تقبل منه إذا كان بهذه النياة لا تقبل منه شفت هذه الصلاة قال أنه لدخل الجهنم وعيض بالله قالوا ما سلككم في سقر شكن يدخلك من الدرك هذا سقر قالوا لم نكن من المصلين لدخلنا الجهنم أنما كناش نصلوا أليك في هذا؟ أبدا